مرحبا يا حلوين اليوم إن شاء الله سأقوم بقراءة الدرس الجديد وهو وصية الآباء للمعلمين صفحة 67 و 68 على الوالد أن يحوط ولده بعناية دقيقة وتوجيه صحيح وتربية حسنة وذلك بأن يؤدبه ويعلمه مكارم الأخلاق ومحاسن العادات ويحفظه من قرناء السوء وليعلم الوالد أن ولده أمانة بين يديه فليؤدي واجب الأمانة وليقم بحق الرعاية وعند إيرادة التعليم عليه أن يسلم الولد لمرب صالح ومعلم ناصح يحفظ عليه أخلاقه ويحسن آدابه ولا ينبغي تسليم الولد إلى من لا يميز الحق من الباطل والغث من السمين وقد أوصى بعض الآباء من يقوم على تعليم أولادهم بوصايا منها وصية عمر بن عطبة لمؤدب ولده ليكن أول إصلاحك بني إصلاحك نفسك فإن عيوبهم معقودة بعيبك الحسن عندهم ما صنعت والقبيح عندهم ما استقبحت علمهم كتاب الله عز وجل ولا تملهم منه فيتركوه ولا تتركهم منه فيهجروه ثم روهم من الحديث أشوقه ومن الشعر أعمقه ولا تخرجهم من علم إلى غير حتى يحكموه فإن ازدحام الكلام في السمع مضلة للفهم وكن لهم كالطبيب الذي لا يعجل بالدواء حتى يعلم موضع الداء ووصية عبد الملك بن مروان لمؤدب ولده علمهم الصدق كما تعلمهم القرآن وجنبهم أهل السوء فإنهم أسوأ الناس وأقلهم أدبا وهم لهم مفسدة وعلمهم الشعر يمجدوا وينجدوا وإذا احتجت أن تتناولهم بأدب فليكن ذلك في سر لا يعلم به أحد من الغاشية فيهونوا عليهم ترجمة نانسي قنقر